اختتمت في سلطنة عمان الشقيقة فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال 2021 نعم المؤتمر حمل عنوان الآفاق المستقبلية لريادة الأعمال بدول مجلس التعاون وشهد مشاركة ناجحة لرواد العمل الخليجيين المزيد من التفاصيل مع مندوب تلفزيون البحرين في سلطنة عمان أحمد بن مبارك الدرمكي اختتمت فعاليات المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال الآفاق المستقبلية لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون بتنظيم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت جداً فعالية ممتازة تعرفنا فيها على كثير من رواد الأعمال الثانين اللي صارت بينهم معانا نقاشات مفيدة ومبادلات وإن شاء الله بعد المؤتمر في لنا لقاءات واجتماعات كثيرة وفي كذا فرصة انفتحت لنا وإن شاء الله رح نتواصل معاهم ونستمر عليها بعد المنتدى بالنسبة لنتائج اليوم الحمد لله كانت نتائج مثمرة تمثلت على إعداد التأكيد على إعداد استراتيجية خليجية موحدة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون موحد الامتياز التجاري وكذلك على أهمية أن يكون لرائد العمل بطاقة أو جواز تحمل عدة مزايا لرواد الأعمال وكذلك على أساس أن يتم إطلاق أو تأسيس صندوق تمويلي استثماري على أساس أن يتم الاستفادة منه من قبل رواد الأعمال من دول الخليج العربية المنتدى هدف إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستثمار في دول المجلس وعرض تجارب ريادة الأعمال الخليجية الناجحة بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين القائمين على تطوير القطاع ومناقشة تحدياته والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة واستهدف رواد الأعمال الخليجيين والجهات الممكنة والداعمة لريادة الأعمال وحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال وجهات تمويلية من دول الأعضاء هذا التجمع طيب خاصة أن تلاقينا مع رواد الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي تبادلنا الأفكار وعلى هامش المنتدى كان المعرض الخاص في رواد الأعمال معرض الفرنشايز اللي هو حق الامتياز هذا المعرض له فكرة طيبة بحيث أن رجال الأعمال الخليجيين أو المبادرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحصلون فرصة من نظراءهم في الدول الثانية كفرصة أن يفتحون أفرع ثانية عن طريق المستثمرين في دول مجلس التعاون كانت تجربة مميزة بكل المقاييس تساعد رواد الأعمال على بناء ثقافة ريادة الأعمال اللي هي نحن على مستوى الخليج تنقص الكثير وفيها تشجيع على ريادة الأعمال وكانت تجربة طيبة وحصلنا ما شاء الله ترتيب الدعم وتجهيزات الأمور كلها كانت طيبة في المكان وكانت فرصة طيبة للتعارف مع رواد الأعمال في مجالات مختلفة كما اجتمل المنتدى على عدد من الفعاليات المتزامنة كجلسات العمل ومعرض الامتياز التجاري الخليجي وحديث ريادة بالإضافة إلى فعاليات التعارف والتشبيك ولقاء رواد الأعمال الخليجيين بأصحاب المعالي والسعادة ويأتي هذا المنتدى استكمالا للجهود المشتركة بين الدول الخليجية وتنفيذا لقرارات الاجتماع السابع والخمسين للجنة التعاون التجاري لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن بارك الدرمكي مسقط